السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أحبابي الكرام في فيديو جديد من السلسلة التي أقدمها حول نظرية التنظيمات أحبابي الكرام يمكنكم متابعة الحلقات السابقة على قناتي فإني قد قدمت ثمان حلقات أربعة منها كانت تخص المدرسة الكلاسيكية للتنظيم وأربع حلقات أخرى كانت تخص مدرسة العلاقات الإنسانية أحبابي الكرام في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى في الحلقة التاسعة سأقرأ من فصل جديد يتعلق بالنظريات التسييرية للتنظيمات وسأبدأ في حلقة اليوم بالحديث عن نظريات ما يسمى بالطارئ البنيوي أو الطوارئ البنيوية إن شاء الله تعالى وفي حلقات مقبلة سأتناول المقاربة السوسيو تقنية للتنظيمات وكذلك نظرية اتخاذ القرار ثم النظريات الاقتصادية الجديدة للشركة ثم كذلك نظرية هيكلة التنظيمات لمينز بيرغ تابعوا الحلقات أحبابي الكرام ولا تنسوا إذا كنتم من المتابعين الجدد أن تشتركوا في القناة تدعموا القناة بلايك وكذلك أن تشاركوا المحتوى مع أصدقائكم ومع المهتمين بنظرية التنظيمات أحبابي الكرام وكتذكير فقط فإني خلال هذه السلسلة أقوم بقراءة كتاب الفرنسية بعنوان تيوري ديز اوغانيزاتيون الكاتب جون ميشيل بلان فأترجم محتوياته إلى العربية أحبابي الكرام إذن نبدأ على بركة الله في الفصل الرابع الخاص بالنظريات التسييرية طبعا سيكون هناك فصل آخر في الأخير حول النظريات المعاصرة للتنظيمات وبالخصوص النظريات السوسيولوجية إذن نحن نحاول أن نقرأ هذا الكتاب فصلا بفصل حتى تعوم الفائدة إن شاء الله تعالى إذن أحبابي الكرام عندما نقول نظريات التسييرية بطبيعة الحال فإن أول ما يتبادر إلى الدهن وهي نظريات التي تهتم بما يسمى بالطارئ البنيوي بمعنى هذه النظريات تهتم بالبيئة وأثر البيئة السوسيو اقتصادية في تغيير بنيات التنظيم هناك بيئة خلالها يوجد فيها التنظيم أو الشركة فتلك البيئة السوسيو اقتصادية تؤثر ولذلك هناك نظريات درست تغيير البيئة وكذلك تغيير بنيات التنظيم إذن أول ما سنبدأ به وهو وهي نظريات الطوارئ البنيوية سأقرأ عليكم أبحاث كل من ومساهمة كل من بيرن وستالكر في البداية ثم أقرأ عليكم أبحاث وأعمال كل من لورنس ولورش إذن أحبابي الكرام أولا يجب أن نفهم بأن في هذه الأعمال أعمال الباحثين الذين ذكرتهم مفهوم الطارئ فهو مفهوم يعني مفتاحي فيما يخص تحليل التنظيمات والطارئ فهو المقصود به هي الوضعية الخاصة والمتطورة التي تؤدي إلى الرفض يعني الوصفات الجاهزة لبنية التنظيم هذا هو المقصود يعني تأتي أمور طارئة فتغير من بنية التنظيم على كلين سنبدأ أولا بأبحاث كل من أو مساهمة كل من بيرن وستالكر إذن أحبابي الكرام أبارتيخ دوبين نفسه سوصون تواء انطلاق من سنة 1963 بيرنز وستالكر درس أثر البيئة على اشتغال 20 شركة في بريطانيا درس تأثير أثر البيئة على كيفية اشتغال 20 شركة في بريطانيا الأبحاث يعني هذه الأبحاث أو نتائج أبحاثهما وأعمالهما سوف تنشر سنة 1966 في كتاب يعني يعتبر كتاب رائد في هذا المجال أو في طيار ما يسمى بالطوارئ أو الطارئ هذا الكتاب اسمه أو عنوانه The Management of Innovation تسيير الإبتكار أو التجديد أو إدارة التجديد جديد Leur recherche montre que la structure d'une organisation dépend de facteurs externes فأبحاثهما بيانت بأن بنية التنظيم فهي تعتمد أو تتعلق أو تخضع لعوامل خارجية خاصة فيما يتعلق باللايقين وكذلك منطقة الشك يعني وكذلك دولار كمبلكسيتي وتعقيدات البيئة دون المزور سوفي أبارتغ ديتو دو شنجمان دولار تكنولوجيا وبالطبع الحال البيئة تتغير عندما نقول تغير البيئة عن طريق تغير تكنولوجيات تغير المنتسارع للتكنولوجيا وكذلك تغير على مستوى السوق على مستوى السوق أيضا بيرنز وستالكر اقترح بيرنز وستالكر اقترح التمييز بين نوعين من التنظيمات والبنيات في الشركات ما يسمى بالتنظيمات الميكانيكية البيئة التي تتكيف مع البيئات القارة وأيضا النوع الثاني وهي التنظيمات التي هي مرتبطة بالبيئات غير القارة البيئات التي يحدث فيها التغيير بالاستمار وتسمى بالتنظيمات العضوية هناك تنظيمات ميكانيكية تشتغل بطريقة ميكانيكية لأن البيئة قارة ظروفها قارة وهناك في المقابل تنظيمات يعني عكس تلك التنظيمات وهي تنظيمات تكون في بيئة تتغير وبالتالي فهي تنظيمات عضوية إذن أولا سنبدأ بالتنظيمات الميكانيكية الستركتور ميكانيست سلون بيرنس بيرنس وستالكر حسب بيرنس وستالكر فالتنظيمات أو البنيات الميكانيكية هي معقدة وتعتمد على أمور رسمية قواعد رسمية متمركزة أيضا فيها تمركز للقرار الغيالي ازدتاج دوغوتين إي ديكزيكيشيون فهي فيها يعني مهام ميروتينية والتنفيذ ركوه ماسيفمون على بروغراماسون دائما تعتمد على البرمجة برمجة السلوكات وآم بوتانسيال ليميتي ولا تعطي إمكانيات للفعل بنسبة للأفراد وذلك من أجل الإجابة على وضعيات التي تكون وضعيات مستجدة العمل هنا معقلا سبيسياليزي هناك اختصاص في العمل ستنداريزي موحد إلا رسوليسون دي كونفلي ويعني حل السراعات ومشكلات سفكتوب بغلا ويخشيك تحل مثلا إلا هناك سراعات أو مشكلات تحل على مستوى التراتوبي على مستوى الهرامي لديسيزيون سبخان أو سومي القرارات تتخذ على مستوى القمة على مستوى الإدارة دولستركتور إلى كوميكيسيون سوفيس وفورم والتواصل يكون عبر الديديركتف عبر أوامر أوامر فقط وتعزيز والقيمة والهيبة للشخص للبريستيج إلى فالوريزاشن للأشخاص فهي تعتمد على وضعهم الاجتماعي وكذلك شك الوضعي الاجتماعي وكذلك على نظام التأهيل أو مثلا العمل الذي يقوم به مثلا انجينيور انفورماتيسيان يعني حسب دوره في التنظيم فنالما أخيرا الورغانيزاسون ميكانيست أو التنظيم الآلي أو الميكانيكي فهو تنظيم من النوع البيروقراطي يشبه التنظيم الذي وصفه ماكس فيبر بطبيعة الحال والذي تناولناه في حلقة سابقة النوع الثاني من التنظيمات فهو التنظيمات التي تسمى التنظيمات العضوية الورغانيزاسيان او البنيات العضوية ف هذه هي أكثر مرونة وتتكيف أكثر من الأخرى من السابقة إذا كانت هناك مستجدات في البيئة فهناك مثلا على مستوى التواصل تواصل مثلا أفوقي تواصلات على المستوى فوقي بين كل الأعضاء يعني التنظيم يعني تكون مهمة تأثير والسلطة تعتمد على الخبرة والمعارف وليس على سلطة يعني الوضع الهرامي أو الترتوبي المسؤوليات يعني المسؤوليات فهي محددة بطريقة يعني واسعة والتواصل مبني على التبادل المعلومات والنقاش وليس على أوامر فداخل هذا النوع من التنظيم نلاحظ ينفى اختصاص مثلا على مستوى الاختصاص يعني هناك ضعف على مستوى الاختصاص ليس هناك تخصص يعني هناك تعاون وكذلك نلاحظ عدم توحيد مثلاً في شكل رسمي فهي ضعيفة ومنظومة تحل المشكلات أو حل الصراعات تعتمد على المناقشات تعتمد على المناقشات والمبادلة يعني النقاشات التعامل الضحيفة ومشكلات الأطورية ومشكلات الأطورية لا تمركز على مستوى التعامل الضحيفة بمعنى أن القرارات تتخذ في المكان الذي يوجد فيه كفاءات وما الذي وقع فيه المشكل يعني لا ننتظر مثلاً على مستوى مثلاً وحدة صغيرة أننا يأتينا القرار من الأعلى وإنما يمكننا أن نتخذ قرار على مستوى تلك الوحدة الصغيرة شكل التواصل هو موجه نحو التعاون أكثر والهدف هو أن نمد كل الأشخاص بمعلومات ونصائح بطبيعة الحال وبالتالي فأخيراً فالقيمة التي تعطى لكل شخص داخل هذا النوع من البنيات فهو مساهمته الشخصية ووفائه وعمله وجده بطبيعة الحال وليس فقط يعني وضعه الاجتماعي أو يعني العمل الذي يقوم به أو تأهيله أو يعني شهادته إلى آخره في عملك التواقع من هذه الأبحاث حول بنية التنظيمات فـ Burns و Stalker لا يعتبرون بطبيعة النوع من هذه التنظيمات فأعلى و أفضل من النوع آخر لا وإنما البنية التنظيمية الآلية والميكانيكية فهي تتكيف أكثر مع البيئات المستقرة في حين أن البنيات العضوية أو التنظيم العضوي فهو يتكيف مع البيئات غير المستقرة لديها تغيير دائم. الشرشورة أيضاً أن الكثير من الأمور المستقرة كما يؤكد الباحثين بأن أغلبية الشركات والتنظيمات ليست مئة في المئة يعني ميكانيكية أو مئة في المئة يعني عضوية ولكن تحاول التتوجه يغلب عليها مثلاً الطابع العضوي أو الطابع الميكانيكي. ينتظر على أن يمكن أن تظهر مشاكل على مستوى التنافس والتنظيم بطبيعة الحال إذا اعتمدنا على بنية تنظيمية غير مناسبة للبيئة فبالنسبة لهم إذا كانت البيئة مستقرة يستحسن أن نعتمد على تنظيم يكون بنية ميكانيكية. وإذا كانت البيئة تتغير فهنا نعتمد على البنية العضوية. ثانياً أبحاث لتخرفوا أو أعمال لورانس لورش والطيور الدولا كونتانجوس وكذلك في نفس سياق نظرية الطوارئ بالنسبة للورانس ولورش. إذا في إطار هذه الحركة حركة الأبحاث حول علاقة البيئة بالبنية أعمال بول لورانس وجي لورش سنة 1967 فهي تستحق أن الانتباه أو انتباها خاصاً. فهم كانوا أساتذة للتنظيم في جامعة هارفرد. إذا كانوا أساسوا أو وضعوا أسس نظرية الطارئ البنيوي من خلال كتابهما المرجعي سنة 1967 والمترجم إلى الفرنسية بعنوان تكييف البنيات الشركة. فهذان الباحثان يسعيان إلى تبيان أن درجة عدم الاستقرار للبيئة العلمية والتكنولوجيا والاقتصادية والتجارية يعني درجة عدم استقرار للبيئة تلعب دوراً هاماً في هيكلة التنظيم وفي بنيته. فمقاربتهم هي تعتمد على دراسة عشر شركات في ثلاث خطاعات مختلفة من الأنشطة. إذن الاندوستخي إتودية فالشركات الصناعية التي تم إعنى دراسةها présentaient des environnements فهي متواجدة في بيئات مختلفة. فهم حاولوا أن يفهموا ما هو النوع من التنظيمات التي يصلح أو ضروري للبيئات المختلفة. لكل بيئة مثلاً ما هو النوع من التنظيم. يعتبروا أن الأعمال السابقة لمنظري التنظيم، مثلاً أعمال المدرسة الكلاسيكية وكذلك مدرسة العلاقات الإنسانية، يعتبروا أن هذه الأعمال لا تحل مشكلة ما يسمى بمفهوم الذي يسميه الأنغلو ساكسونيون بالدزاين، يعني التصميم الدستروكتور للبنيات التنظيمية. يعني لا تحل هذا المشكلة بنسبة لهما. يعني التصميم الدستروكتور للبنيات التي يوجد فيها التنظيم، وكذلك بنيته الداخلية. مثلاً، كلما كانت درجة اليقين أكبر، مثلاً بيئة تكنولوجياً وعلى مستوى التنفس، يجب أن تكون هنا البنية التنظيم تخضع لقواعد دقيقة. كلما كانت بطبيعة الحالة البيئة أو درجة الاستقرار البيئة مؤكدة. الدمارش إذن منهجية لورانس ولورش، هي تعتمد على مفهومين أساسيين من أجل دراسة التنظيمات، وهما مفهوم التمايز ومفهوم الإدماج أو الإدماج. مفهوم التمايز، مقصود بالتمايز، ومفهوم التمايز، التمايز في التنظيم، مقصود به، فهو درجة التمايز والسلوك والإشتغال، فهو درجة التنظيم تعتمد على التنظيم استجابة لمتطلبات البيئة أو تغيرات البيئة. فهذا التحليل أو الدراسة تبين أنه كلما كانت البيئة غير مستقرة، كلما كانت الشركة تتمايز فيها نوع من التمايز. هذا التمايز يؤدي إلى ما يسمى بتقسيم التنظيم، إلى أنساق صغيرة أو إلى منظومات ووحدات صغيرة. غلاطف من أوتنوم تكون مستقلة على مستوى طريقة اشتغالها. إذن فكرة هما الأساسية والتي تختلف عن ما رأيناه سابقا، وهي أنه في التنظيم يقسم إلى وحدات. يعني كل وحدات تشتغل بطريقتها، وتتمايز يعني يكون هناك تمايز. ثم بعد ذلك المفهوم الآخر المفتاحي والأساسي، وهو الإدماج داخل التنظيم. يعني كيفية إدماج هذه الوحدات المقسمة والتنسيق بينها. إذن المفهوم الثاني هو عملية أو الإنتيغراسيون، يعني الإدماج داخل التنظيم هو عملية. المقصود بها هو يعني تحقيق الوحدات الجهود بين مختلف المواقف ومختلف يعني الوحدات داخل الشركة. وحدات المتمايزة التي تحدثنا عنها في مبدأ يعني التمايز، يعني كيف يمكن الجمع بينها وبين المجهوداتها. إذن الإنتيغراسيون سانتغس في كل سيكل كمبلي، فالإدماج يهتم بكل يعني كل العمليات التي يمر بها الإنتاج، من التransformance وتحويل المادة الخام إلى الإنتاج. بطبع الحال عبر الكريات والإنتاج، عبر كذلك التوزيع، كذلك الخدمات، كل شيء نحاول أن ننجز نوع من التنسيق بين كل هذه الأشياء وندمجوها، حيث تكون نتائج بطبيعة الحال جيدة. لورنس إلورش أبسير فكيراً، كيف يمكن أن تحويل الوحدات المتمايزة؟ قال بأنه كلما كانت الوحدات العمل المتميزة، يعني بطبيعة الحال، تلبي حاجة البيئة المتواجدة فيها، لأن هناك مثلاً حتى في البيئة هناك يعني بيئة صغيرة يعني. داخل التنظيم الكبير، تجد بأنه كل يعني وحدة لها بيئة معينة، تختلف عنها مثلاً البيئة لوحدة أخرى، وبالتالي فهي تخضع لبيئتها. إذن كلما كان تمايز، يعني حسب لورنس والورش، كلما كان تمايز، كلما أدى ذلك إلى الحاجة إلى الإدماج كما أشرت قبل قليل. نتركيز دفرا أنسي تروفي دي سوليشيون أدابتة أصن دغري ديفرانسيسون بالانترميديا، وبالتالي سوف يجب على الشركة أن تجد حلول لدرجة تمايزها، عن طريق مثلاً، وظيفة الربط والتنسيق، تنسيق بين مختلف الواحدات. بالضغط، مثلاً، المتركيز في الوحيد، على الأكس من ذلك، في الشركات التي تقع في بيئات قارة، فهي في الغالب الأحيان، تمايزها يكون قليل، وبالتالي لا تحتاج إلى إدماج بشكل كبير. إذن، بلس الانفيرانمون، عندما تكون، كما أشارنا البيئة، يعني متغيرة، معقدة، انسخة، يعني لا تعطي يعني يقين، هناك شك، بلس، بلس، يجب أن يكون هناك تمايز على المستوى الداخلي، بطبع الحال، تكون هناك وحدات، وحدات، مختلفة. دي لور، دي لور، دي لور، دي لور، يعني بمجرد ما تكون هناك وحدات، للعمل، مختلفة، لانتربريز، إذن، الشركة هنا محتاجة، أو تحتاج إلى آليات الإدماج الداخلي، لتنسيق العمل، إذن هذه هي كانت أبحاث، لورنس، ولورش، إذن بالإضافة إلى هذه الاستخلاصات، فأعمال لورنس ولورش، فتحت ثلاثة توجهات ورؤى للعمل، وهي أولاً في المقام الأول، فهذه المقاربة أدت إلى الاعتراف بالتمايزات المرغوبة للسلوكات التنظيمية، وكذلك على مستوى البنيات، وعلى مستوى نمط الاشتغال، أو شكل الاشتغال، بين وحدات العمل المختلفة، في المقام الثاني، هذه النتائج أبحاثهما أدت أيضاً، أو بيّنت أهمية عملية الإدماج، إدماج يعني بين وحدات المختلفة، سؤلاء كونتوها دو نوفال ريفليكسيون، وهذا أدى إلى تفكير في مسائل جديدة للإدماج، يصبح الميكانيزم، وبطبع الحال، الألية التي يجب أن توضعها من أجل تحقيق ذلك، الفونكسيون مثلاً، وظيفة مثلاً، شاف دو بروجي، يعني الذي ينسق بين الجميع، يعني شاف دو بروجي، رئيس المشروع مثلاً، الستركتور ديتماتريسيال، البنيات التي تسمى بالشبكية، أوريونتها إلى تحقيق المشروع، والتي الهدف هو تحقيق مثلاً، المشروع، وأخيراً، يتعلق الأمر بالإعتراف، بأنه، يجب أن المودة الإنتيجراتيون لا يصفون بطريقة، بطريقة الإدماجية، أن أشكال الإدماج، لا تكون بنفس الطريقة، وهذا حسب اختلاف، طبيعات الحال، كطاعات الأنشيطة. في الانتقراتيون، يجب أن تكون مستقبلة على فكرة المشروع، مثل، التحقيق المشروع، ومع ذلك، في النهاية، لورينس و لورش، قاموا بتأسيس النظريات، نظري نسبية، والتي تشرح البنيات، أو الطوارئ البنيوية للشركات، حسب درجة تغير البيئة العلمية، والتنافسية، وكذلك، الجانب الاقتصادي، والسوق إلى آخرهم من الأمور. إذن أحبابي الكرام، كان هذا كل ما يتعلق بنظرية الطارئ البنيوي، أو الطراور البنيوية. أحبابي الكرام، أترككم في رعاية الله، لا تنسوا الاشتراك في القناة، إذا كنتم من المتابعين الجدد، في الحلقة المقبلة، إن شاء الله تعالى، سأستمر في هذا الفصل، الخاص بالنظريات التسييرية، سوف أتناول في الحلقة المقبلة، وود وورد، باحثة اسمها وود وورد، وأطر تكنولوجيا على البنية، بنية التنظيمات، ثم سأتناول كذلك، شاندلر وتاريخ الشركات، ثم بعد ذلك، في حلقات مقبلة، سأتناول النظرية السوسيو تقنية للتنظيمات، وأتناول كذلك، كما أشهرت قبل ذلك، نظر اتخاذ القرار، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته،